بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقع من بقاع الدنيا جمهور النادي الأهلي العظيم وحلقة جديدة من برنامج الترند بالتأكيد ده حلقة مهمة جدا لأن خلاص بنتكلم على مباراة القمة بين الزمالك والأهلي يوم الجمعة القادم على استاذ القاهرة الدولي باقي من الزمن أقل من حوالي 72 ساعة 3 أيام على هذه المباراة اللي بالتأكيد ده جماهير القرى المصرية بشكل عام بينتظروها مع كل مناسبة سواء في الدور الأول أو الدور الثاني وأوقات كثير حتى في البطولات الإفريقية في السنوات الأخيرة مباراة مهمة أي أن كان ترتيب إقامة هذه المباراة في مسابقة الدوري تبقى مباراة القمة هي مباراة زو طابع خاص ونتمنى إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يكون صاحب الكلمة العليا في لقاء القمة يوم الجمعة القادم لأن بالتأكيد الأحداث اللي هتلي هذه المباراة نتمنى بإذن الله تكون إيجابية في صالح الأهلي خلال الفترة القادمة في ظل أن الإعلام والسوشيال ميديا دايماً بيركز على أمور كثيرة جداً مطالقة بفريق الكرة داخل النادي الأهلي ولو أن المفروض الإعلام يكون بيتعامل بشكل محايد خاصة لما بيكون إعلام لا علاقة له بالأهلي ولا بالزمالك عموماً حلقة النهاردة فيها تفاصيل مهمة جداً لكن نبدأ بسؤال حلقة اليوم سؤال حلقة اليوم عايز أعرف جمهور النادي الأهلي وكل متابعينا للأهلي في مباراة الزمالك يوم الجمعة شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة نستعرض أكبر قدر من الآراء والمشاركات لكن خلونا نبدأ حلقتنا بأهم العنوين في ترند الأهلي الفريق وصل تدريباته استعداداً للقدمة وكمان في ترند الأهلي الأهلي يدخل معسقراً مغلقاً اليوم وفي الترند العالمي الآن الليلة صلاح يسعى لتحقيق أرقام جديدة في دور الأبطال استعرض مباريات اليوم واليوم استكمال باقي جوالات مباريات دور أبطال أوروبا النهاردة كالعادة تمنا مباريات ولكن مباراتين الساعة 8 إلا روبا ميلان يستطيف بورتو وريال مدريد يستطيف شخطار دونتسيك بالتأكيد مباراة مهمة جداً لريال مدريد طيب نروح لمباراة الساعة 10 مساء ومباراة الصهرة منشستة سيتي يستطيف كولوب بروج لايبزيك يستطيف باريسان جيرمان سبورتينج لشبونا يستطيف بشكتاش بروسيا دورتومون يستطيف آيكس أمستردام ليفربول يستطيف أكليتكو مدريد وشريف ترسبول يستطيف انتر ميلان مباراة مهمة جداً في دور أبطال أوروبا لكن الآن نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونبدأ نتكلم عن أهم الأخبار والكواليس اللي معنا في فقرة ترند ترند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند ترند طيب بنتكلم على مباراة القمة بين الزمالك والأهل يوم الجمعة القادم في أكتر من شق متعلق بهذه المباراة أول جزئية متعلقة أن النهاردة بالتأكيد الفريق النادي الأهل يدخل معسقر مغلق استعداداً لمواجهة الزمالك إن شاء الله يوم الجمعة الجهاز الفني فضل أن النهاردة يكون التدريب مغلق بدون حضور أي وسيلة إعلامية من المنظومة الإعلامية في النادي الأهل حرصاً طبعاً على السرية الشديدة والتركيز الشديد ويكون فيه خصوصية خلال 48 ساعة استعداداً لمباراة القمة إن شاء الله النهاردة المران مغلق ما فيش أي تفاصيل متعلقة بالمران ولا أي أخبار بعد مباراة والداب الأمس اللي واجه الأهل فيها فريق المرج وانتصر فيها أو فاس فيها بعدين مقابل هدف لكن بالتأكيد الجهاز الفني لتحضيرات خاصة بالنسبة لمباراة القمة بيتسو موسيماني بيتعامل مع المباراة الكبيرة بإطار معين داخل معسكر مغلق قبل المباراة بـ 48 ساعة يمكن النهاردة الفريق عاقب التدريب مباشرة هيدخل معسكر في إحدى الفنادق القريبة من استاد القاهرة الدولي وبقرة يكون فيه تدريب ليلة المباراة ويبقى فيه أخطر من محاضرة الجهاز الفني بالتأكيد هيشتغل فيه على بعض الأمور المتعلقة بالاستعداد لمباراة الزمالك سواء جوانب فنية أو جوانب تيكتيكية عايز أطمن كل السادة للمشاهدين الحمد لله محمد الشنوي سليم وبيشارك فيه التدريبات الجماعية وسواء الشنوي شارك أو علي لطفي الحمد لله في طمئنان على مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي سواء الشنوي أو علي لطفي أو حتى كمان مصطفى شبير والحراس الصعدين سواء مصطفى شبير أو حتى حمزة علاء كلنا نتذكر المسم الماضي مباراة الدور الأول في نفس الظروف بالضبط كان أصيب محمد الشنوي وما كانش موجود فيه مباراة الزمالك ولعب علي لطفي والأهل كسب الزمالك فيه وجود ده علي لطفي الأهل كسب وعلي لطفي كمان تصدى لرقل الجزاء وضرب الجزاء من نادي الزمالك فبالتالي الأهلي عنده حراسة مرمى على أعلى مستوى مش هنسمح لأي حد أي أن كان هو مين ممكن يشكك في أي لعب في النادي الأهلي سواء في حارس مرمى أو خط الدفاع أو في الوسط أو حتى في الهجوم الأهل عنده أفضل لعيبة في مصر قدامنا اتنين إن شاء الله بإذن الله هم من أفضل حراس المرمى في مصر خلال السنوات الأخيرة ولو مش كده لكان الأهل فاز بدورة أبطال إفريقيا لحساب الزمالك لكان الأهل فاز بدورة أبطال إفريقيا العام الماضي والموسم الماضي على كايزر تشيفز ما كانش الأهل يقدر يحقق كل البطولات الأخيرة ولما الشنوي غاب علي لطفي حارس ماما وكان حارس مرمى النادي الأهل في أكتر من مناسبة وكان أبرزه مباراة القمة أمام الزمالك والأهل فاز على الزمالك وعلي لطفي كان ليه دور كبير جدا في هذه المباراة زي ما قلتلكم لما تصدى ليه ضربة جزاء إذن المباراة فيها معطيات كثيرة جدا وفي نفس الوقت فكرة بقى طريقة اللعب الأهل هي لعب إزاي الزمالك هي لعب إزاي كل دي أمور بترجع بالتأكيد لكل جهاز فني لكن مهم جدا في مثل هذه المباراة الكبيرة الجزء بقى النظري المحاضرات انت شفت مباراتين اللي فاتوا لنادي الزمالك شفت طريقة اللعب الأداء باترس كارتيرون بيركز على إيه نفس الأمر برضو باترس كارتيرون شاف أكيد مباراتين الأهلي سواء مع الإسماعيلي أو البنك الأهلي وإن كان الأهلي تحديدا في المباراتين طبعا المستوى اختلف أمام الإسماعيلي كان مستوى تاني خالص البداية كانت قوية وأمام البنك الأهلي نتيجة الظروف واجهة الآلي في هذه المباراة البنك الأهلي كان بيلعب بطريقة لعب معينة جدا أو معينة بشكل دفاعي أكتر لكن قدر الآلي يكسب بهدف مقابل لشيء كل مباراة كانت فيها ظروف وفي نفس الوقت بيتسو مسماني قدر يتعامل مع كل مباراة على حدة آه بدأ في المباراة الثانية بنفس تشكيل المباراة الأولى وبدأ بلويس ميكي سوني زي ما أنت قدامكم على الشاشة وهدفه في الإسماعيل مع بير سيتاو وكمان بنتكلم على محمد مجدي أفشا لكن مباراة البنك الأهلي بالتأكيد حصل فيها تعديلات في الشوت الثاني لما دفع باب محمد شريف كل دي أمور أكيد الجهاز الفن في الزمالك بيفكر فيها زي ما الجهاز الفن الأهلي بيتسو مسماني بيفكر إزاي يقدر يواجه مفاتيح لعب نادي الزمالك أبرزهم طبعا أحمد سيد زيزو أشرف بن شارقي يوسف أباما سواء مصاب أو حتى سليم عمر السعيد أكيد بيتميز بالقراط العرضية وضربات الرأس في طبعا سيف الجزيري لطريقة لعب معينة بخلاف عمر السعيد فكل دي أمور بالتأكيد كل جهاز فني بيحضر بشكل كويس إزاي يواجه المنافس بتاعه لكن أتمنى إن شاء الله أن يكون الأهلي في الموعد ويجاهز لمباراة القمة الجزء الثاني وهو حكام مباراة القمة طبعا أنا أمكن سعيد جدا إن بارح كانت فيه ردودة فعلي إيجابية وناس كتيرة يمكن اشتغلت بعد ما احنا تكلمنا على مباراة القمة ومين ممكن يزيرها وإحنا تكلمنا مباراة بالمنطق قلنا عدد من أو بعض المعايير وتكلمنا في معلومات وشوية تفاصيل وكواليس باختيارات حقام القمة وقلنا الشواهد دي ممكن يكون قدامها إبراهيم نور الدينة وحكم مباراة القمة إن بارح الحمد لله ردودة لفكت إيجابية جدا والناس اشتغلت ورانا وأكدت نفس الكلام اللي احنا قلناه لكن بالتأكيد كلنا بننتظر خلال 24 ساعة جاي الإعلان الرسمي من اتحاد الكرة كمان في نقطة مهمة جدا لما طرحنا التفاصيل والكواليس المتعلقة بحكم مباراة القمة الناس كلها كان لها ردود فعل سلبية على إبراهيم نور الدين والناس كلها كانت مندهشة إزاي ممكن يكون الاختيار إبراهيم نور الدين خدوا بالكو مهم جدا الإعلامنا ما بيتكلم في معلومة وبيشرح تفاصيل متعلقة بكيفية اختيار حكم رد فعل الناس على السوشيال ميديا وانطباعات الجماهير أعتقد ممكن تكون مهمة عند لجمة الحكام في اختياراتها لأنه مهم جدا وانت بتختار حكم على الأقل على الأقل يكون فيه قبول من الأطراف كلها والمنظومة كلها أن الحكم ده يكون جدير بإدارة المباراة هنشوف خلال 24 ساعة لما الاتحاد يعلن على صفحاته الشخصية هل إبراهيم نور الدين تبقى للتفاصيل اللي احنا قلناها ولا ممكن محمد عادل كابتن أصلاح عبد الفتاح يدي له المباراة في ظل أن العام الماضي كان تصنيفه السابع ما بين الحكام الدوليين وده زعله وأبعده عن مباراة القمة فبالتالي ممكن المرات في القائمة الدولية تصنيف محمد عادل ارتقى شوايف والكابتن عصام حابب يصالحه لأنه هو أكبر سنة من كل الحكام الموجودين حاليا فممكن يدي له ولا يقولك مثلا خلينا في اللي نعرفه واللي جربناه واللي الناس كلها متطمنة ليه فندل إبراهيم نور الدينة قال ليه محمود البنة كل ده يعيبان خلال الساعات اللي جاية احنا قدر إن كان بنحاول نكتهت بنحاول نشوف المعلومة السليمة بنحاول نعرف أي أمور متعلقة بأي اختيار كواليس الاختيار الاجتماعات اللي بتتم إيه اللي بيحصل عشان في النهاية نحاول نوصل طبعا أهم معلومة وأهم خبر بالنسبة للجمهور قبل مباراة القمة مين الحكم اللي هيدير المباراة في نفس الوقت كمان لو لا إن فيه مسابئة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بتتنظم في مصر خلال هذه الفترة من 5 إلى 19 نوفمبر كانت كابتن عصام عبد الفتاح لي فكر أو كان عايز أخذ قرار بالاستعانة بمحكمة موجودة في مباراة القمة زي ما بيحصل طبعا في البطولات الأوروبية لكن طبعا عندنا ثلاث حكمات موجودين طبعا في دوري أو في معسقر الحكام الأفارقة اللي بيستعدوا لدورة أبطال إفريقيا للسيدات فبالتالي يكون فيه صعوبة إن يتم الاستعانة بأحدهن خلال مباراة القمة ما بين الزمالك والأهلي بشكل عام محمود أبو رجال أيضا كمان المساعد الدولة حاليا موجود في الدوحة عشان فيه معسقر الحكام الأفارقة اللي بيستعدوا لكأس العالم في الدوحة فبالتالي اختياره هيبقى فيه صعوبة فميه ممكن أسامي تانية كحكام مساعدين في النهاية هي أسامي محددة وكل واحد بيحاولي يجتهد وبيشوف يعني كواليس اختيار كل حكام هتبقى إزاي إن بارح شرحنا إبراهيم نور الدين لو تم اختياره هيكون بناء على المعايير دي النهاردة ممكن ناس تتكلم في محمد عادل عشان تبقى فرصة أخيرة ليه لو هيدير المباراة وفيه رؤية تانية تقولك ما هو الكابلين عصام ممكن يقولك اللي اختاره أو اللي عرفه أحسن من اللي ما عرفوش وكتردود الفعل عنه إيجابية فجربه للمرة التانية واجيب محمود البن بخلاف كل ده على المستوى للشخصي كنت أتمنى يكون حاكم القمة حاكم أجنبي عشان ما يكونش فيه أي دوشة بخصوص حكم مباراة القمة قبل موعد المباراة يوم الجمعة بالتأكيد بإذن الله كمان وإحنا بنتكلم على إحصائيات مباراة القمة ما بين الزمالك والأهل يمكن شهر نوفمبر تحديدا شهر الخير والسعادة لكل الأهلوية في مباراة القمة عندي مباراة قمة من موسم 53-54 لغاية موسم 2004 مباراة القمة اللي أقيمت في الدوري بس لأن في مباراة قمة تلعبت في نوفمبر دي لها احتفالية تانية وليها قصة تانية وحكاية تانية هيجي وقتها وقتها مش بعيد 27 نوفمبر قرب ويكون فيه يوم تاريخي بإذن الله القمة القرى الإفريقية اللي تلعبت لما فاز الأهل على الزمالك بتضرب القضية لمحمد مجدي أفشا لكن لو بنتكلم في الدربي في شهر نوفمبر مثلا الأهل فاز 7 مرات على الزمالك الزمالك فاز على الأهل 3 مرات تعادلوا لفرقتين مع بعض 6 مرات الأهل أحرص في الزمالك 24 هدف والزمالك أحرص في الأهل 17 هدف أكبر فوز للأهل بربعية كانت مرتين وللصدف كان يوم 4 نوفمبر يعني هو يوم 4 الخمسة مش هتفرق كتير ما جاتش على 24 ساعة طيب يوم 4 نوفمبر سنة 1960 الأهل فاز 4 و 1 يوم 4 نوفمبر 2004 الأهل فاز 4 و 2 كلنا نتذكر المباراة دي أبو تريكا طبعا في تاني لقاءاته في مباراة القمة أحرص في الزمالك وحقق الأهل الفوز بصنائية 4 مرات نتيجة 2-0 ونتيجة 2-1 3 مرات وحقق الزمالك الفوز بصنائية مرتين 2-0 مرة و 2-1 مرة ونتيجة 1-0 ظهرت في ديربي الدوري في نوفمبر مرتين لكل فريق بالتأكيد لكن أكبر نتيجة كانت في موسم 60-61 4 نوفمبر 60 انتهى بفوز الأهل 4-1 كانت الأهداف للشيخ طاص مع الهدفين والشربين وشريف الجندي بينما أحرز أحمد مصطفى للزمالك تاني أكبر نتائج كانت موسم 2004 يوم 4 نوفمبر 2004 الأهل فاز بنتيجة 4-2 والأهداف كانت لابو تريكا هدفين وجل بيرتو ومتعب للأهل وجمال حمزة وعبد الحليم علي للزمالك طبعا 27 نوفمبر ده يوم ليه احتفالية تانية وقصة تانية وأكيد السوشيال ميديا والإعلام عيرصد لها كلام كبير أو في المناسبة دي إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة اللي جاية لكن طبعا مباراة القمة من المباراة الكبيرة والكل بينتظرها سواء في مصر أو حتى في أرجاء الوطن العربي أخرج إلى فاصل وبعض الفاصل نرجع مع بعض ونبدأ كلام في تريند الأهل ونشوف المحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا كلال الساعة الأخيرة أهلا بحضراتكم من جديد وتريند الأهل ونشوف مع بعض المحتوى اللي موجود من خلال السوشيال ميديا أول حاجة مع بعض بيتسو موسيماني طيب الحساب الرسمي اليوم السابع على تويتر كتبوا أن موسيماني يفاضل بين طريقتين لأتماءت أحدهما في القمة مية تلاتة وعشرين طريقة لعبة تلاتة اربعة تلاتة اللي لعب بيها المباراة الإسماعيلي والا ربعة اتنين تلاتة واحد اللي لعب بيها مباراة الأهل زي ما أقول لكم في البداية هي الميزة إنك في كل مباراة لعبت بشكل مختلف آآ آآ نعم صحيح الشوت الأول في مباراة البنك الأهلي كانت تبكا من المباراة الإسماعيلي لكن شرط الثاني غير طريقة اللعب ونهد بشكل مختلف عن أداء مباراة الإسماعيلي حققت الست نقاط لكن في نفس الوقت ده هيكون في حيرة بالنسبة للجهة الأخرى وبترس كارتروني إزاي هيفكر فيه مواجهة الأهلي قبل المباراة يوم الجمعة القادم طيب نروح مع بعض كمان لحساب الأهرام ويتكلموا على عنصر جديد انضم للأهلي وهو أحمد عبدالقادر بيقولوا أن أحمد عبدالقادر مفاجئة مسيماني في لقاء القمة وأن أحمد عبدالقادر خلال الفترة الأخيرة ظهر بشكل جيد جداً لكن يبقى أن أحمد عبدالقادر أحد أهم السيناريوهات اللي ممكن بيتسو مسيماني يفكر فيها أو على الأقل كبترس كارترون ممكن يعمله ألف حساب لأن أحمد عبدالقادر لما بينزل بيشارك مع وجود أيضاً عمار حمدي بيكون في حركة وفي مرونة في وسط ملعب الأهلي ويمكن اللاعب أحرص هدف في أول مباراة ليه مع الأهلي هذا المسلم أمام فريق الإسماعيلي الحمد لله السنادي الأهلي عنده قايمة وسكواد على أعلى مستوى واللاعب للبديل والبديل التاني وكل مركز فيه أكتر من 2-3 وده شيء إيجابي هيساعد بيتسو خلال المسلم لأن المسلم طويل جداً المقياس مش هيكون مباراة الأهلي فقط كمان نروح ليه صفحة الأهرام وبتتكلم على أكرم توفيق أكرم توفيق كل كان قلقان من فكرة إصابته وأنه ممكن يغيب لكن حساب الرسم للأهرام على تويتر كتبوا أن أكرم توفيق جاهز لمباراة القمة أمام نادي الزمالك وإن شاء الله هيكون جاهز ومفيش أي مشكلة وزا ما قلتلكوا ممكن أقرب الغائبين على هذه المباراة بسبب الإصابة صلاح محسن ومحمود متولد طيب لسه كمان مع أكرم توفيق ومن حساب الوطن سبورت على تويتر بيتكلموا على أن مفاجأة من الأهل الأكرم توفيق قبل القمة أمام نادي الزمالك هي المفاجأة في حد ذاتها الناس بتتكلم على أن أمير توفيق مدير التعاقدات بيحاول يعني بيجهز تعاقد جديد ويمد تعاقد وتعديل للعقد لأكرم توفيق خلال الفترة اللي جاية خاصة بعد المستوى الطيب والشكل اللي ظهر به سواء في نهاية الموسم الماضي ودوره في البطورة الإفريقية وبداية الموسم الحالي والأداء الرجولي اللي ظهر به أكرم توفيق مع الأهل خلال الفترة الأخيرة بشكل عام كل التفاصيل دي محدش هيكلم فيها ولا يعني عنها إلا لما تكون رسمية أو لما تكون على أرض الواقع الأهل هيبدأ يفعلها خلال الفترة الجاية لكن طبعا عندنا أجندة دولية ممكن أكرم توفيق يكون موجود مع منتخبنا الوطني في الأجندة الجاية ممكن يكون مع منتخبنا في مباراة أنجولا كل التفاصيل دي أنا أعرفها الفترة الجاية ومدى صحة الخبر من عدمه في الفترة القادمة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا نكملين مع حضراتكم بقى فقرات برنامج الترند أعرف بحضراتكم من جديد وبقى فقر الترند الآلي والمحتوى الموجود من خلال صفحات السوشيال الميديا نبدأ مع بعض كمان ونكمل حساب يلا كورة وحسابها على تويتر بيتكلموا على محمد الشناوي طيب بنسبة تتخطى 98% سألحق الشناوي بمباراة القمة المغبلة ضد الزمالك الشناوي يعشق التمرين لو بنص رجل هيتمر طبعا الحمد لله على سلامة الشناوي ودي تفاصيل مصدر وضحها ليلا كورة إزاي الشناوي بيستعد للحاق بلقاء القمة مهم جدا نركز على نقطة مهمة جدا خاصة بنحمد الشناوي محمد الشناوي يمكن الفترة الأخيرة كان فيه طريقة علاجة معينة من خلال الجهاز الطبي بحي عليها بالتأكيد دكتور رحمد أبو عبلة والجهاز الطبي اللي معاه لأنه خلاص أصبحت الإصابات لما بتحصل في فريق النادي الآلي ما بتاخدش وقت كبير الوقت بقى الحمد لله قليل جدا وده ظهر في أكتر من نعب خلال الفترة الأخيرة لكن الشناوي تحديدا كان البعض بيتوقع مبدئيا الإصابة ممكن تخد يعني من أربع أسابيع لخمس أسابيع لكن من خلال العلاج والتأهيل الحمد لله الشناوي بقى سليم وبيشارك في التدريبات منذ يوم الأسنين الماضي ويمكن مباراة الأمس الجهاز الطبي يفضل أن يكون الشناوي يعني ما يغمرش ويلعب المباراة الودية لكن على مباراة الجمهة هيكون جاهز بنسبة 100% زي ما أكدت في البداية سواء الشناوي أو علي لطفي احنا عندنا الحمد لله اتنين حراس على أعلى مستوى وأفضل حراس في مصر والبعض اللي بيحاولي يشكك في أداء علي لطفي عشان يعمل هزة في مركز حراسة المرمى في النادي الآلي بقول له ارجع للتاريخ وقرة كويس عشان تعرف أن الآلي عنده حارس متميز اسمه محمد الشناوي وحارس متميز آخر اسمه علي لطفي ولسه في حراس وعدين جايين الفترة الجاية مستقبل حراسة المرمى سوى مصطفى شبير أو حمز علاء أو حتى باقي الحراس في قطاع الناشئين وارجع للتاريخ وقرة وشوف مباراة القمة العام الموضي في الدور الأول إزاي علي لطفي قدر يكون حائد تصد منيع أمام فريس زمالك والأهل ينتصر ويتصدى لرقل الجزاء شغل الحرب النفسية قبل المباراة الكبيرة زي مباراة القمة أعتقد مش مطلوب لأن في النهاية الاتنين حراس مرمى مصري سواء شناوي أو حتى علي لطفي أن ينضم حتى في سنوات سابقة لحراسة مرمى منتخبنا الوطني ولو هنتكلم بقى في إطار الحرب النفسية ما ممكن مثلا على السوشال ميديا ناس تقولك إيه لا خلاف أن الشناوي وعلي لطفي الفترة حاليا بتضربوا على رغلات الجزاء الترجحية ممكن مباراكم فيها ضربات جزائية زي ما هو العادة في الفترات الأخيرة مميزين جدا والأهل جاهز لمباراة القمة سواء بالشناوي أو عالي لطفي لكن لو نشتغل حرب نفسية سهل جدا نشتغل حرب نفسية ونقول كلام أعتقد مش محتاجين نقوله لأن إن شاء الله نسوف مباراة فنيا على أعلى مستوى سواء لعب الشناوي أو عالي لطفي عندنا ثقة كبيرة جدا في الحراس وأكيد ممكن يكون بيتضربوا على ضربات الجزاء حدش عارف اللي بيحصل خاصة أن التمرير النهاردة مغلق وبكرة مغلق فيوم الجامعة هنشوف بقى إزاي الجهزية لموعد المباراة طيب حساب بطولات بيقول قبل قمة القرى المصرية المرتقبة إليكم سجل مواجهات كارتيرون ومسيماني أمام الأهلي والزمالك قدوا بالك وهو الفكرة مش كارتيرون لما كان مسك الزمالك لا سجل كارتيرون أمام الأهلي مع الفرق اللي ضربها قدام الأهلي يعني مثلا كارتيرون مع الأهلي أو أمام الأهلي فاس في مباراتين خسر مباراتين تعادل مباراتين مع وادي دجلة لما كان بيقود وادي دجلة فاس على الأهلي 1-0 وخسر من الأهلي 2-1 مع الزمالك فاس على الأهلي 3-1 وتعادل مع الأهلي في الوقت الأصل والإضافة 0-0 ثم فاس بضربات الجزاء 4-3 مع الزمالك أيضا خسر 2-1 وآخر مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 فنقدر نقول سجل كارتيرون أمام الأهلي نسبة 50-50 طيب نروح لموسيماني سجل حافل فاس على الزمالك خمس مرات خسر مرة واحدة وتعادل مرة واحدة طبعا أربع مباريات سانداونز مع بيتسو موسيماني أمام الزمالك فاس 2-1 في أحد المباريات وفاس 1-0 والمباراة الشهيرة في نهاية دورة أبطال إفريقي 2016 فاس 3-0 وخسر 1-0 في لقاء العودة وكانت مباراة نقدر نقول تحصل حاصل ان البطولة كانت مضمونة بالنسبة لسانداونز مع الآلي المباراة الشهيرة الضربة طبعا القضية ممكن مجد أفشل آلي فاس 2-1 في دورة أبطال لقاء الدور الأول العام الماضي لآلي فاس 2-1 ولقاء الدور الثاني العام الماضي الفرقتين تعادلوا واحد واحد وكانت تعادل إيجابي إذن بلغة الأرقام مسيماني يتفوق على باترس كارتيرون ونقدر نقول المسيماني يتخصص أمام نادي الزمات لكن كلها لغة أرقام ليست واقع ولا علاقة لها بأرضية الملعب وما سيحدث في الملعب يوم الجمعة القاضي صفحة وحساب بجول مصر بيتكلم طيب الدور الأول آخر خمس مباريات كل فريق لعب مع الثاني وإن نتائج آخر خمس مباريات فاس الأهلي 2-1 انسحب الزمالك والزمالك انسحب أعتقد ده الانسحاب الثاني أو الثالث آه دي وقعت الأوتوبيس يا جماعة لما الزمالك مرحش الساد القاهرة وكان الناس بتدور على الأوتوبيس فين والحصل انسحاب والأهلي ساعتها فاس وقررت اللجنة الخماسية وقتها فوز الأهلي بالثلاثة نقاط والثالثة تعادل بدون أهداف ثم الأهلي فاس 3-0 والأهلي فاس أيضا 2-0 دي آخر خمس مباريات بينهم في الدور الأول نروح كمان لليوم السابع وبتكلموا على مرأبة مشددة من ربطة الأندية لقمة الزمالك والأهلي الفكرة في حد ذاتها ان ربطة الأندية المصرية بالتأكيد مش هتدي مساحة ولا فرصة ان يكون فيه خروج عن النص عشان كده هيكون فيه أكتر من مرائب من المسابقات في هذه المباراة عشان يرصد أي خروج عن النص المباراة سواء بحضور الجمهور سواء في أرضية الملعب كل ده هيتم رصده من خلال مراقبة المباراة وجرى العرف ان بيكون اختيار إدارة المسابقات لاثنين مرائبين لهذه المباراة هل ممكن العدد يكون أكتر ده هنشوفه يوم الجمعة هل ممكن يكون فيه مرائب أمني أيضا في مباراة القمة ده هيتتدح الفترة اللي جاية ولكن ربطة الأندية عايزة تأمي النظام أيا كان الشخص اللي هيخرج عن النص في مباراة القمة عينال الجزاء والعقوبة اللي هتنزبه طبقا للليحة وبالتالي دي بداية مهمة جدا عشان نشوف مسابقة محترفة ومحترمة والكل بيلتزم بيها ورسالتي للجمهور وأنا تعديدا جمهور الأهلي بالتأكيد رسالتي ليه تشجيع مسندة مؤذرة تقفوا في صف اللعيبة والتشجيع اللعيبة الأهلي كسبان وهتبقوا موجودين في الثالثة شمال رسالة الجمهور الأهلي هتبقوا موجودين في الثالثة شمال وده المكان اللي من خلاله بتبدأ من خلاله عارفين الحماس والمؤذرة والمسندة والمكان ده الناس بتقول عليه دايما هو المكان السحري لشحن همم اللعيبة وتحفزهم قبل المباراة الكبيرة ما بلكم مباراة القمة فإن شاء الله الجمهور هيكون على قدر المسؤولية وأنا واثق في جمهور النادي الأهلاء إن شاء الله هيعمل مباراة كبيرة جدا زي ما اللعب إن شاء الله هتحاول تأدي مباراة كبيرة جدا والأهل إن شاء الله ينتصر في هذه المباراة آخر حاجة معايا في الوطن الرياضي وهي متعلقة بالحضور الجماهيري طيب الوطن سبورت بيتكلم على أن في مفاجآت للجماهير في مباراة القمة بين الزمالك والأهل ده كان تصريح نشر في الصفحة الرسمية للوطن سبورت على الفيسبوك لسيالة اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة وبالكامل على أن في ترتيبات بالنسبة للمباراة والمالعب هيتم طبعا افتتاحه أو فتح الأبواب من الساعة 3 العصر جمهور الأهل هيكون في التالتة شمال جمهور الزمالك هيكون في التالتة يمين وفي اتفاق مع الجهات الأمنية على كافة الترتيبات في هذه المباراة وإن شاء الله نشوف مباراة مثالية بحضور ألفين مشجع ألف لجمهور الأهلي وألف لجمهور الزمالك أحرج إلى فاصل وبعد الفاصل لسا نكملين مع حضراتكم بقية فقرات برنامج الترند أهلا مع حضراتكم من جديد والترند العالمي وبالتأكيد النهاردة في مباراة مهمة في دوري أبطال أوروبا لكن نشوف الترند العالمي يركز على إيه خلال الساعة الأخيرة من خلال السوشيال ميديا حساب يلا كورا بيتكلم على الكنج محمد صلاح حساب يلا كورا على تويتر بيقول الملك المصري محمد صلاح على موعد مع تحقيق رقم قياسي جديد مشاركة محمد صلاح أمام أتلتكو مدريد ستصبح المباراة الأوروبية رقم خمسين في مسيرته مع ليفربول في حال سجل صلاح صنائية الليلة في شباك أتلتكو مدريد يصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل هدفان فيه تلات مواجهات أوروبية متتالية حاسس كده السنة دي أن المنافسة هتبقى قوية جدا على طبعا القرى الزهبية من بارح شوفنا كريستيانو مع منشستر يونيتد إزاي بيانقذ سولتشاير في اللحظات الأخيرة للمباراة الثانية على التوالي وإزاي كريستيانو تحس أنه عنده تحدي أنه لا ينافس على القرى الزهبية في وجود كريم بنزيمة في وجود ليفندو بيسكي في وجود محمد صلاح المنافسة هتبقى قوية جدا مباراة النهاردة على المستوى الشخصي أنا شايفها مهمة جدا بالنسبة لصلاح لأن اللقاءات أتلتكو مدريد مع الفرع الإنجليزية بتبقى مباراة قوية جدا ولو ظهر صلاح وتقلق زي ما حصل في الجولة السابقة في مدريد هتبقى انطلاقة قوية جدا في ظل الشكل الرائع اللي ظهر عليه صلاح خلال الفترة الأخيرة في الدور الإنجليزي أهدافه في منشستر سيتي تقلقه وهترك في منشستر يونيتد عدد أهداف غير طبيعي في الفترة الأخيرة موسم أنا شايف أنه هيكون أفضل موسم لمحمد صلاح مع ليفربول في السنوات الأخيرة وفي التعاقد الأول لصلاح مع ليفربول قبل إن شاء الله التجديد أو هنشوف لسه صلاح بيفقر إزاي في المرحلة اللي جاء لكن مباراة مهمة جدا نهاردة ليفربول مع أتلتكو مدريد هتكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة طيب حساب في الجول بيتكلموا على تصريحات لجوردون هندرسون طبعا كابتن فريق ليفربول حساب في الجول على تويتر نارشر تصريحات ونقل تصريحات هندرسون في تصريحاته عن صلاح لجريد التايمز قال إنه يعيش من أجل كرة القدم فقط تصدر صلاح أنوين الأخبار في الأشهر القيلة الماضية وأظهر كيف يمكنه التقلق بشكل مستمر إنه يتضرب في صالة الجيمانيزيوم كل يوم ويتعافى بشكل صحيح ويأكل الطعام الصحي إنه يعيش من أجل كرة القدم فقط أتمامنا أن تنتهي مفاوضات تجديد عقده بنجاح لقد قال إنه يريد البقاء في صفوف ليفربول وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح صلاح يبلغ من العمر 29 عاما وأعتقد إنه سيلعب لفترة طويلة جدا تصريحات مهمة جدا من جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول وده طبعا حاجة بتساعدنا لما بنشوف طبعا كابتن فريق ليفربول بيتكلم عن نجم مصري زي محمد صلاح محمد صلاح يا جماعة خلى طموحاتنا وأحلامنا تختلف بعد ما قلنا بنتمنى أن يقول لنا لعيب بس في الدور الإنجليزي لا ده بقى لعيب في الدور الإنجليزي وفي أكبر فريق في إنجلترا وأكثر فريق لتاريخ في إنجلترا زي منشاستر يونيتد وبقى كمان هيدافي الدور الإنجليزي آخر ثلاث سنوات وبينافس كمان على جهزة الكرة الزهبية وأفضل لاعب في العالم بخلاف كمان وجوده في جهزة الفرنسو فوتبول خلال الأيام القادمة وهنشوف المنافسة إزاي مع كريم بنزيمة وروبيرتو ليفندوبيسكي بالتأكيد مهاجم فريق باير نميونيخ اللي مبارح بالمناسبة أهضر رقل التجزاء والمنافسة محتدمة زي ما قلت لكم بين هؤلاء النجوم قبل الإعلان الرسمي عن من سيكون أفضل لاعب في عام 2021 نروح كمان لحساب إي بي إلا وورليد وفوتبول إنسايدر بيتكلموا عن كونتي كونتي اللي تولى المسؤولية رسميا مع توتنهام بدأ بخطة 352 في أول جلسة تدريبية مع توتنهام اللاعبون متحمسون للعمل معه خلال الفترة القادمة طيب نروح لحاجة تانية ليه علاقة بسريتشاير واللي كان كونتي هيمسك مكانه لو كان سريتشاير تم يقالته من منشاستر ونايتد لكن جات بقى فنونو سانتو هو اللي تم إقالته ومسك مكانه كونتي في الجول بيكلموا على أولى جونار سريتشاير ومدير الفن الفريق منشاستر ونايتد بيقول رونالدو مثل مايكل جوردون ولا أحد يمكنه التشكيك في لعب يونيتد سريتشاير كان ليه تصريحات بعد مباراة الأمس وقال بخصوص كريستيانو هو لاعب مثل مايكل جوردون لا أحد يمكنه التشكيك في شخصيتها ولا يلعبين هم لا يستسلمون ويوصلون المحاولة أجرينا بعد التغييرات ونجح الأمر لقد كانت مباراة صعبة تلك هي كرة القدم الهدف الثاني كان جماعيا بتمريرات رائعة من الفريق لعبنا خمس أو ست تمريرات قبل الهدف أنا أتمنى بس السريتشاير يكون عنده قناعة كده أنه لولا وجود كريستيانو في منشاستر يونيتد كان زمانه ومشي من زمان لأن بصراحة أداء المان يونيتد فريق معاه قوي الحالة الخاصة اللي عملها كريستيانو في المباراة وهنا لمست بقى الهداف أو النجم لما بيكون ليه دور مع الفريق حتى لو المستوى الفني ضعيف حتى لو المدير الفني مش بالإمكانيات الفنية العالية لكن هنا نجومية اللاعب بتظهر في المواقف الحاسمة والصعبة اللي زي دي للمباراة الثانية على التوالي كريستيانو بيقدر ينقذ منشاستر يونيتد في اللحظات الأخيرة تخيلوا بعد مباراة ليفربول والخسارة بخماسية لو كان خسر المباراة الثانية في الدوري وخسر مباراة الأمس في دوري أبطال أوروبا هل كان سيستمر سولتشاير في تدريب المان يونايتد؟ استعالة أعتقد السير أليكس فيرجوس كان يبقى لي خطوات في اختيار مدرب آه صحيح كان كونتي هو أبرز الاختيارات لكن خلاص كونتي هيدرب التوتنهام في الفترة اللي جاية لكن هو دايما كريستيانو بيدي لسه أمل لتسولتشاير إنه هو يكمل مع المان يونايتد خلال الفترة اللي جاية آخر حاجة معايا في الترند العالمي وحساب ESPNPNUK وده بيكلموا من خلال صفحتهم على تويتر صورة ونشر صورة لفرحة كريستيانو في مباراة أتالنطا وعلق عليها وكتبوا في الحساب الرسمي لهم ليالي دور الأبطال صنعت خصيصا لرونالدو كلنا عارفين طبعا الفرحة الخاصة والاحتفال الشهير لكريستيانو لما بيجيب هدف بيبقى عامل إزاي بسعد جدا وإن شاء الله أتمنى تريزيجي يعود ده سريعا لأنه لما بشوف فرحة تريزيجي وهو بيقلت حتى فرحة كريستيانو بقى أبسوط لأن دي فرحة بتنم على لاعب عنده صبر وقوة وعزيمة واحتفاله بالهدف بيقول أنا هنا أنا موجود فأنا أتمنى التوفيق لكريستيانو في الفترة اللي جاية وفي نفس الوقت كمان أتمنى يا رب إن شاء الله يعود تريزيجي ونشوف نفس الاحتفال من تريزيجي زي احتفالات كريستيانو في الفترة الأخيرة طيب سؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة وهو متعلق بأفضل تشكيل الأهل في مباراة الزمات تعالوا نستعرض مع بعض ونشوف تعليقات الجمهور محمود فوزي بيتكلم عن التشكيل بيقول تشكيل الأهل الشناوي لو جاهز هو بيتكلم باتاريت لابة 3-4-3 بنون وحمدي فتح وأيمن أشرف فيه الخط الخلفي أكرم وديانج والسلية ومعلول في وسط الملعب وأفشا وشريف وبرستاو في خط الهجوم يبقى محمود بيتكلم في 3-4-3 شاكر محمد بيقول أتمنى يبدأ التشكيل 4-2-3-1 حرصت المرمى أتمنى الشناوي خط الدفاع أكرم رجولة وهو قادر يقفل جابها الأقوى من ناحية الزمالك وبالتأكيد ده بن شرقي وأكرم عملها قبل كده بدر بنون أيمن أشرف وعلي معلول أنا قلت قبل كده هتبقى مبراه خاصة ما بين أكرم توفيق وأشرف بن شرقي خط الوسط حمدي فتح والسلية بلي ميكر محمد مجدي أفشا خط الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف وكل توفيق إن شاء الله للنيادي الأهلي إن شاء الله يا شاكر بإذن الله نروح ليه مصطفى بيقول الشناوي علي معلول أيمن وبدر وأكرم توفيق السلية وديانج وحمد فتحي تاو وقفشا وحسين الشحات محمد شريف ويا رب النتيجة تكون 100% صحف صالح الأهلي السيد ده بيقول الشناوي في حالة إن كان جاهز بدر بنون أيمن أشرف علي معلول أكرم توفيق عمر السلية مجدي أفشا حسين الشحات تلوي اسم كيسوني بيرسي تاو ما بين قصين محمد شريف أنا عجبني أول إن جمهور الأهلي متفاعل مع تشكيل الأهلي وعارف الخطة وطريقة اللقب والشكل بيظهر به الأهلي خلال الفترة الأخيرة طيب يوسف البنة بيقول وده آخر رأي معايا بيقول الشناوي أكرم بنون أيمن معلول ديانج حمدي حسين أفشا تاو شريف يعني 4-2-3-1 طيب دي تعليقات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة أفضل تشكيل الأهلي في مباراة الزمالك بغض النظر عن كيف يستعد الأهلي وما هو التشكيل الأقرب وكيف يفكر مسماني في مباراة القمة أنا همني حاجة واحدة بس ورسالت الجمهور النادي الأهلي الجمهور دوره يدعم ويقف في صف الفريق ويشجع ويؤازر أنت عندكم أحسن لعيبة في مصر الفريدة فاز عز مالك في الدوري وفاز عيه في دوري أبطال إفريقيا وأكبر نتاجة حققت خلال الفترة الأخيرة فبالتالي المسندة والتشجيع هو الدور الأوحد للجمهور وأنا عارف أن الجمهور الأهلي واعي كويس قوي وفاهم كويس قوي الفترة الجاية وال72 ساعة الجاية هيكون فيه كلام كتير قوي وحرب نفسية وتصرحات هتشوفوها من نجوم كرة سابقين تجاه عدد من لعبي النادي الأهلي أنتوا فاهمين ووعيين دوركوا حاجة واحدة بس تسندوا اللعيبة وتسندوا الفريق وفي نفس الوقت الحرب النفسية اللي ممكن تبقى موجودة عبر السوشيال ميديا عندنا مدرب فاهم وواعي وبيعرف يتعامل مع المدارس اللي زي دي لأن في النهاية أهم حاجة الملعب أهم حاجة النتيجة أهم حاجة الأداء سيبوا اللي بيتكلم بيتكلم لكن يوم الجمعة الساعة 8 هنشوف الملعب ونشوف النتيجة هتصفر عن إيه وإن شاء الله بإذن الله نلتقى الأسبوع اللي جاي ويكون الأهل فائز بسلس نقاط مهمة في بداية مشوار الدوري في الختام بشكر بالتأكيد كل السادة المشاهدين والمتابعين وبإذن الله نلتقى على خير في حلقات قادمة من برنامج الترند في الأسبوع القادم شكراً وإلى اللقاء